في ظل عدم التوافق بين إسرائيل وحماس حول المطلب الرئيسي للحركة بوقف الحرب في غزة ورفض تل أبيب لها نقل مراسلنا عن مصادر موافقة بل موافقة إسرائيل مبدئيا على هذه الصفقة الجزئية لتبادل الأسرة وليس الصفقة الشاملة فيما يدور حديث حول صفقة رمضانية شهر المقبل تتضمن هدنة قد تستمر إلى شهرين ويأتي ذلك بينما أفدت شبكة الأن بي سي الأمريكية باتفاق كل من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس على إطار لصفقة جديدة تتعلق بملف الأسرة المحتجزين في غزة وسيتم تقديمها إلى حمس نناقش كل هذه التطورات مع ضيفينا الليلة في هذا الحوار من رامالة الوزير السابق أشرف العجرمي ومن القدس الكاتب والبحث السياسيون بن مناحم أهلا بكما معنا الليلة إلى هذا الحوار من غرفة الأخبار أستاذ أشرف إلى أي مدى تجدون أن هناك آمالا يمكن إبرامها أو عقدها على هذه الصفقة التي يتم الحديث عنها من أكثر من جانب خلال الساعة الماضية مساء الخير يعني من الواضح أن الطرفين يحتاجان التوصل إلى صفقة حماس بعد الضغط الكثيف الذي تمارسه إسرائيل في منطقة خانيونس والمشكلات التي يعانيها السكان في قطاع غزة هي بحاجة لوقف إطلاق النار كلما كان أطول كلما كان أفضل حماس كانت تطالب بوقف إطلاق النار شامل حتى قبل البدء بأي عملية تبادل للأسرة ولكن يبدو أنها تخلت عن هذا الشرط ووافقت على وقف إطلاق النار ضويل نسبيا على الأقل هذا ما تحدث به الرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطر الذي قال أن حماس تخلت عن شرطها المسبق بوقف إطلاق النار قبل التبادل وبالنسبة لإسرائيل أيضا كانت تتحدث عن فترات قصيرة ويربدو أنها ذاهبة إلى فترات أطول يتحدثون عن شهر ونصف ربما شهرين من وقف إطلاق النار مقابل لفراج عن حوالي 35 من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل آلاف من الأسرة والمحتجزين والمعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل يبدو أن هذه ملامح الصفقة ولكن هناك مشكلات جدية في إسرائيل في الموافقة عليها بن يمين نتنياو أصدر من خلال مكتبه رفضا لهذه الأنباء وأنها شروط غير مقبولة لإسرائيل وهناك وزيران في الحكومة الإسرائيلية هما إتمار بنكفير وبتسليل سموتريتش يرفضان مبدأ وقف إطلاق النار وفراج عن عدد كبير من الأسرة الفلسطينيين ومستعدان لإسقاط الحكومة مقابل ذلك وبالتالي الموافقة الإسرائيلية مع الأطراف العربية والواتم التحدة الأمريكية يبدو أنها تواجه مشكلة جدية داخل إسرائيل لكن أفهم من إجابتكم أستاذ أشرف العجرمي أن المشكلة تكمن في الداخل الإسرائيلي الآن مع العلم أن البعض قال أن الكرة رميت في ملعب حماس نعم كانت في الأساس مطالب حماس بالنسبة لإسرائيل تعجيزية ولكن الأطراف العربية التي شاركت مصر وقطر بالإضافة الواتم التحدة الأمريكية وضعت حلا وسطا بين الطرفين الإسرائيلي والحمساوي وبالتالي تراجعت حماس هذا ما تحدث به رئيس الوزراء القطري عن شرطها المسبق بوقف اطلاق نار دائم وقبل تبادل الأسرة الآن لم تعد حماس تشترط وقف اطلاق نار دائم ووفقت على وقف اطلاق نار لفترة معينة سأعود للحديث معك عن الأسباب لربما التي جعلت حماس تراجع حساباتها إذا ما اعتمدنا على هذه التصريحات لكن أذهب لسيد يوني بن مناحم معنا من القدس أستاذ يوني استمعت الآن الأستاذ عجرمي يقول أنه على ما يبدو المشكلة التي قد تقف في وجه هذه الصفقة تكمن في عدم اتفاق الجانب الإسرائيلي عليها وكنا استمعنا طبعا إلى تصريحات وزير المالية سموتريتش قبل ساعات من الآن يقول أنه لن يوافق على صفقة مع حماس تشمل هدنة طويلة الأمد وأطلاق صراح عدد كبير من الأسرة الفلسطينيين لكن هذا ما تنص عليه هذه الصفقة الجزئية والموساد كان موجود في هذا الاجتماع في باريس نعم هناك مشكلة جدية بالإتلاف الحكومي كما تفضل السيد أشرف الأجرم هذا صحيح ولكن حتى هذه اللحظة لم نسمع أيضا جواب حماس إسرائيل وافقت مبدئيا على المقترح المصري القطري ولكن لم نسمع حتى هذه اللحظة موقف حماس فإنما يأتي جواب حماس نرى ما هو الموقف الحقيقي من هذه الصفقة وأيضا هناك حطوط حمراء بالتأكيد يعني مكتب نتانياو نفى إنه في هناك موافقة على إتلاك سراح الألاف من الأسرة الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإذا يوافق نتانياو على ذلك فلا توجد لدي أي حكومة لأن الاتلاف الحكومي يسقط بسبب الوزيان هناك ما يقول سيد يوني أنه هذه يمكن التقارير اللي صدرت ولي مكتب نتانياو قال أنه ما ورد فيها غير دقيق وفيها شروط لا تقبل بها إسرائيل كان فقط لامتصاص غضب سموتريتش وبنكفير وحدتك تعلم تماما وبدأت حديثك بهذه المشاكل اليوم تسيطر على الاتلاف الحكومي هل فقط لهذا السبب صدر هذا البيان عن مكتب نتانياو؟ لا 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 لايسا للامتصاص غضب سموتريتش وبنكفير لأنه نتانياو يعلم إن ليلة أمس أوضح سموتريتش وبنكفير أوضحوا لنتانياو بأنه أدرير مقبول وهو يعلم تماما الموقف وأيضا في معارضة شديدة في حزب الليكود أيضا ليسا فقط اليمين المتطرف في معارضة شديدة في حزب الليكود لدى الوزراء وأيضا الوزير يوقف كيش أصدر أيضا بيان راضب على هذه المكترحات وعربا معارضته الشديدة لهذه الصفقة وفي هناك أصوات صامتة أيضا وأيضا أنا لا أعتقد أن الشغل الإسرائيلي يقبل بهذه الصفقة وخاصة الجنود عشرات الألاف الجنود الإسرائيليين الذين لا يزالوا يقتلون الآن في قطاع غزة جنود الاحتياد لا أعتقد بأنهم يقبلوا بهذه الصفقة يعني التعطيل سيد يوني قبل ما أذهب عند الأستاذ أشرف سيأتي من الجانب الإسرائيلي لا محالة يعني غير أو لا قبول داخل الائتلاف الحكومي لا قبول في الشارع الإسرائيلي وبالتالي هذا يعني أنه إسرائيل سترفض لهذه الصفقة إحنا لم نسمى موقف حماس ممكن حماس ترفض قبل إسرائيل لم نسمى حتى هذه اللحظة كله تكاونات صحفية وتصريحات متفاهلة ولكن موقف حماس الغسمي لم نسمى ممكن حماسية التي سترفض هذه الصفقة ما رأيك أستاذ أشرف؟ بطبيعة الحال نحن ما تابعنا حتى الساعة هي أصداء جيدة عن هذه المحادثات كما ذكرت لي كان في حديث لرئيس الوزراء القطري يشير إلى أن هذا الإطار سيتم نقله لحركة حماس وسيتم الحديث معها في هذا الإطار حضرتك تقول لي أنه من الممكن أن تكون حماس قد تراجعت عن بعض الشروط التي وضعتها أي دوافع تجبرها على القيام بذلك أو تدفعها للقيام بذلك؟ بالتأكيد يعني هناك شيئان في الواقع يعني ربما يؤثران على موقف حماس الشيء الأول هو ضغط الميدان يعني العملية العسكرية والحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة والمدمرة تحديدا في خانيونس الآن باتت تصل إلى معاقر رئيسية لحركة حماس وعدد من جنودها ومقاتليها يعني أكيد قتلوا في هذه الحرب وفي هذه المواجهة وفي اللحظة التي يتم توقف الحرب فيها تستطيع التقاط أنفاسها وعدد تنظيم صفوفها هذا من جانب ومن جانب ثاني أن حماس طالما لم تتخلى عن كل الأسرة فهي لا تزال بالجانب الآمن بمعنى أن البوليسة بوليسة التامين لقيادة حركة حماس في خطاع غزة ولوقف الحرب مرتبطة بكل الأسرة وإذا تنازلت عن جزء منهم معنى ذلك أنها تبقي بعض الأوراق بيدها بالإضافة إلى نقطة مهمة في هذا الجانب أن الوسطاء القطريين والمصريين تحديدا لا يمكنهم أن يذهبوا للتفاوض حاول صفقة بدون استمزاج رأي حماس ومعرفة الخطوط الحمراء لكن هل يمكن حقيقة أن تكون حماس قد قدمت هذه التنازلات من دون الحصول على أي شيء بالمقابل هي ستحصل على الإفراجة عن عدد كبير من الأسرة والمعتقرين الفلسطيني وهذا إنجاز سياسي كبير لحماس وثانيا وقف إطلاق نار وربما عادة انتشار الجيش الإسرائيلي في منطقة جنوب قطاع غزة أسواب الشمال وهذا أيضا يمنح متنفسا لحركة حماس متنفسا للناس ربما يجتمل أيضا عودة نازحين من الجنوب إلى الشمال يعني ربما يكون هناك بعض التفاصيل التي ترى فيها حركة حماس مسائل مهمة ولكن هي ليست معلنة الآن باعتبار أنها ليست على درجة كبيرة من الأهمية يعني توازي البنود المعلنة ولكن في كل الأحوال وقف إطلاق النار في هذه المرحلة ربما يمنح حماس يعني متنفسا ووقتا إضافيا جيدا أستاذ ديوني لماذا تحتاج إسرائيل لتمرير هذه الصفقة الآن هناك من يقول أنه حتى الساعة إسرائيل لم تحقق أي من أهدافها في حرب غزة هل لهذا السبب يجد نفسه نتنياهو لربما مقتنعا بصفقة من هذا النوع أنا لا أعتقد بأن نتنياهو مقتنع بهذه الصفقة وهو يعلم تماما إذا لم يحصل على هدف الحرب انتهى من ناحية سياسية ولذلك علينا أن ننتظر ونرى ماذا موقف حماس وما هي التفاصيل الدقيقة لهذه الصفقة وكم ما هو عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يتم إطلاق صراحيا في نطاق هذه الصفقة ولكن في نهاية المطاف إذا لم يحقق نتنياهو أهداف الحرب فهو انتهى سياسيا وهو يعلم ذلك ولذلك أنا لا أعتقد بأنه سيستسلم لحركة حماس بطبيعة الحال بحسب المعلومات الأولية التي حصلنا عليها وبحسب ما نقل مراسلنا المرحلة الأولى من صفقة التبادل هذه بين حماس وإسرائيل تشمل هدنة لمدة 45 يوما الحديث عن الإفراج عن 35 إسرائيلي إطلاق 100 إلى 200 أسير فلسطيني مقابل كل رهينة إسرائيلي وطبعا كان الحديث قبل ساعات عن تبادل الأطفال والنساء والمسنين والجرحة في مرحلة أولية لهذه الصفقة برأيكم اليوم الإفراج عن 35 إسرائيلي ليس مهما بالنسبة لنتنياهو اللي حتى الساعة لم ينجح بالإخراج أو بإخراج عدد منهم بعد مرور أكثر من 100 يوم على هذه الحرب لا تم إطلاق سراح أكثر من 100 من الأسرة الذين كانوا لدى حماس في الصفقات السابقة المفاوضات نفسها هي اللي أطلقتهم أستاذ يوني وهو يحتاج حقيقة لأنه هذا الهدف المعلن لنتنياهو ليس فقط المفاوضات أيضا الدارة العسكري لأنه إذا لم يكن هناك دارة عسكري لم توقد هذه الصفقة فهذا نتيجة المفاوضات والدارة العسكري واحتلال أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي فعلينا أن نذكر ذلك والآن أيضا إذا تنازلت حماس كما قال السيد الأجرمي إذا تنازلت حماس بعد شروطها فهذا نتيجة الضغط العسكري هذا شيء واضح شرع يا قصد أشرف هل تجد نفسها حماس اليوم مجبرة لتقديم هذه التنازلات نتيجة للضغط العسكري الذي تعيشه في الميدان يعني بالتأكيد الضغط العسكري هو واحد العوامل الضغط العسكري ليس فقط على حماس الضغط العسكري على كل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة الضائقة الكبيرة للسكان الجوع عدم وصول المساعدات الإنسانية لكل المواطنين في قطاع غزة واحد شروط هذه الصفقة بالتأكيد هي زيادة كمية المساعدات الإنسانية ووصولها إلى كل مناطق قطاع غزة في الشمال هناك الجوع هذه كلها مسألة تضغط على حركة حماس يعني حماس الآن لديها ضغط في الشارع كبير جدا بالإضافة طبعا إلى الضغط العسكري وأي وقف لإطلاق النار ربما يشكل متنفسا أو إعادة ترتيب الأمور والصفوف لحركة حماس للتزود بالسلاح والغذاء والوقود وكل ما يلزم لمواصلة هذه الحرب فيما بعد وأيضا هناك مراهنة من قبل حركة حماس وأطراف كثيرة بما فيها الأطراف العربية بأن وقف إطلاق النار لفترة طويلة قد يجعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي استعادة الحرب بكامل الزخم وبالتالي قد يقود ذلك إلى وقف شامل لإطلاق النار وربما هذا يخلق ديناميات لتفاعل عمليات وساطة وعملية سياسية كبرى ويتحدثون عن عملية سياسية تفضي في نهاية المطاف إلى دولة فلسطينية تبدأ بوقف إطلاق النار والإفراج عن كل المحتزين الإسرائيليين مقابل أسر الفلسطينيين وبالتالي هناك أكثر من جانب في الصفقة وباعتقادي أن حركة حماس أيضا تريد الحفاظ على وجودها في قطاع غزة وتريد الحفاظ على دور لها في المستقبل وبالتالي وموافقتها على وقف إطلاق النار هو في إطار حسابات أيضا بعيدة المدى بالإضافة للحسابات الآنية التي يفرضها الميدان أستاذ أشرف سأعود إلى هذه العملية السياسية وما الذي يجب أن تتضمنها حتى تنجح لكن سؤال يطرح اليوم أمام هذه التطورات وبدأ إجابة منك أستاذ يوني بن مناحم من الذي يحتاج لهذه الصفقة أكثر إسرائيل أم حماس أنا أعتقد بأن الحل هو فقط حل سياسي لن يكون هناك حل هذه الحرب إلى الحل السياسي وبالتالي الجانبان بحاجة إلى هذه الوقف إطلاق النار وهذه الصفقة وإسرائيل لا تريد أن تتنازل عن الأسرة الإسرائيل الموجودين لدى حماس لكن الحل السياسي تطلب الاعتراف بهذه الحركة وهذا أمر غير وارد بالنسبة لإسرائيل أم أنها ستتراجع عن هذا الهدف المعلن إنهاء حماس حتى إذا اعترفت إسرائيل مثلا على سبيل المثال اعترفت في حركة حماس هل تعترف حركة حماس في إسرائيل يعني مثلا إسرائيل اعترفت بنظام التحر الفلسطينية في اتفاق أسلو وكان اعتراف متبادل هذا الشيء هو ليس وارد بنسبة لحماس وهي تقول بهنا تريد تدمير إسرائيل وتريد فلسطين من البحر إلى نار فلأي حل سياسي نتكلم لكن اليوم أنت تعلم جيدا سيد يوني بن مناحم أن المرحلة المقبلة إن كانت ستتضمن حلا سياسيا فسيكون لحماس لربما وجود على طاولة هذه المفاوضات وهذا ما يسعى إليها الجانب الآخر كيف يمكن لذلك أن يتم؟ هذا لن يحصل مستحيل أن إسرائيل تتفاوت سياسيا مع حماس أو حماس تتفاوت سياسيا مع إسرائيل وكل من يتواهم وخاصة الرئيس بايدن يتواهم بأن نهاية الحال السياسي تكون إقامة دولة فلسطينية فهو يتواهم لأن نتانياو لن يسمد بالحكم دقيقة واحدة إذا يوافق حتى على مباحثة إمكانية إقامة دولة فلسطينية لأن الشارع الإسرائيلي بعد ما حصل من المجزرة التي حصلت في السابق من الأكتوبر معظم الشعب الإسرائيلي حتى الذين كانوا باليسار يعارضون إقامة دولة فلسطينية وليس الاتلاف الحكومي كله اللي كود نفسه وسموت ريت وبينكفير كلهم ضد هذا الحكيم وبالتالي لا توجد هناك حكومة التي قد تتفاوع مع طرف الفلسطيني على ذلك وأيضا هناك انقسام لدى المجتمع الفلسطيني يعني في شناقون وان واحد السلطة تقول إنه هي المنظمة تقول إنها تمثل الشعب الفلسطيني وحماس تقول لا إحنا الذين نمثل الشعب الفلسطيني فأول شيء المتلوب هو ترتيب البيت الفلسطيني رميت الكرة في ملعب الأستاذ أشرف العجرمي أكيد عنده إجابة على ذلك البعض يقول أستاذ أشرف أنه حان الوقت الآن ليمكن إحراز تقدم في الجبهة الفلسطينية أين نحن اليوم من ترتيب الصف الفلسطيني وهذا شرط أمريكي أساسي واستمعنا إليه من أكثر المسؤول أمريكي خلال الزيارات الأخيرة واللقاءات التي أجروها مع الرئيس عباس بالتأكيد أهمية ترتيب البيت الفلسطيني مسألة تحتل أولوية قصوى في هذه المرحلة لأنها مقدمة لإنجاز حل سياسي وأقول أن الطرف الوحيد الذي يمثل الشعب الفلسطيني في المفاوضات وفي غيرها هو منظمة تحرير فلسطينية وأريد أن أذكر السيد مناحم بأن حماس وافقت في عام 2017 على إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 وهذا كراره أكثر من زعيم لحركة حماس حتى خلال هذه الحرب دعني أكمل لا تقطع عشان أكمل الفكرة فبالمقابل حركة حماس وكل فصال فلسطيني تجمع حول إقامة دولة فلسطينية مستقلة هناك ترتيبات لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتوحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية وهذا لن يتم طبعا بدون موافقة حماس ولكن كان هناك اجتماع مهم حصل بين مستشار الأمن القومي السعودي وبين رئيس المخابرات المصري ورئيس المخابرات الأردني ورئيس المخابرات الفلسطيني واتفقوا على بعض التفاصيل فيما يتعلق بترتيب أمور حتى الحكومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بناء على المتطلبات المطلوبة منها لكي تكون مؤهلة وقادرة على إعادة نفسها كسلطة في قطاع غزة طبعا لا يمكن أن يحدث شيء في قطاع غزة بدون التوافق مع حركة حماس ولكن حركة حماس بدأت تدرك الآن أكثر من أي وقت مضى بأن بقاءها كسلطة في غزة يمنع إطلاقا بناء بيت واحد فلسطيني في غزة وبالتالي حماس يجب أن تتخلى عن السلطة في غزة لصالح حكومة تقنقراط متفق عليها بين كل الفصائل أما مسألة القضاء على حماس هي مسألة خارج السياق بالمطلق وبالتالي حماس باقية باقية كقوة سياسية باقية كلاعب سياسي في الساحة الفلسطينية ولا بد من التفاهم معها وهناك اتصالات إن شئنا بين كل الفصائل الفلسطينية ومداولات حول الشكل الذي يمكن التوافق عليه وهناك اتفاقات حصلت في السابق أكثر من مرة حول حكومة تقنقراط وحول المسؤوليات وحول كل التفاصيل بما في ذلك الانتخابات المستقبلية نقطة أخيرة أريد أن أذكر سيد يوني بن مناحم بأن نتنياهو لن يبقى طويلا في السلطة نتنياهو عندما تنتهي الحرب سيذهب والكل يعلم في إسرائيل بأن نتنياهو لا مستقبل سياسيا له بعد انتهاء هذه الحرب وبالتالي ستقوم حكومة إسرائيلية وهذا يعلم بن يمين نتنياهو جيدا ويمكن الأستاذ يوني لم ينتبه لمسألة الضغوطات التي اليوم يعيشها نتنياهو أمريكيا وحتى بعضها إقليميا وبالتالي هل هذه الضغوطات أستاذ يوني ما سيضعنا أمام لربما صفقة قريبا باختصار لو سمحته أنا أعيش في إسرائيل ومتنبي لكل شيء يحصل في إسرائيل يعني لعلمك وخاصة على الصحة السياسية والعسكرية وأنتم لا تفهموا الأقلية لنتنياهو كما يبدو نتنياهو لن يعمل أي خطوة وأي صفقة التي قد تدور بمستقبله السياسي وهو يخطط بعد الحرب لتقديم الانتخابات في إسرائيل ويريد أن يخرج لهذه الانتخابات كمنتصر في الحرب ولذلك أنا أؤكد وأقول لكم كرمل هيك استطلاعات الرأي يا أستاذ يوني تشير إلى التراجع شعبيته بشكر كبير لا آخر استطلاع قبل إردة أيام كان نتنياهو لأول مرة تفوق على بني جانز لعلمك ولذلك استطلاعات الرأي العام هي تتغير من يوم لأي يوم ولكن المهم هو الإنجازات في الميدان في ميدان القتال ولذلك نتنياهو أنا حسب تكديراتي وأنا بغفه شخصيا هو لا يعمل أي صفقة مع حماس التي قد تدور بمستقبله السياسي وأكد هذا الكلام وعليكم أن تعلموا ذلك وهو يريد أن يخرج من هذه الحبقة منتصر على الأيام القادمة يا سيد يونيس ستكشف لنا جميعا قراراته وخياراته لنيتنياهو شكرا جزيلا على المشاركة معنا يوني بن مناحم من القدس والوزير السابق أشرف العجرمي من رمالله شكرا شكرا لك شكرا 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 شكرا